رعب يخيم على مدينة نيويورك غداة الإعلان عن ارتفاع عداد الوفيات في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا إلى خمسة آلاف وتجاوز البلاد عتبت المائتين وخمسة عشر ألف إصابة لكن الفصل الأكثر رعبا جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحديثه عن إسبوعين مؤلمين جدا وإيام سوداء ستشهدها البلاد في ظل المعطيات الحالية وبالحديث عن هذه المعطيات فيكفي أن تعرف أن عداد الوفيات وبحسب تصريحات رسمية يتضاعف كل 72 ساعة في ولاية نيويورك وحدها كل هذا والأسوأ لم يأتي بعد بحسب تصريحات تصدر عن البيت الأبيض الذي توقع بأن كورونا وحتى في حال الالتزام بالقيود المفروضة سيفتك بنحو يتأرجح بين 100 ألف إلى 240 ألف شخص في أمريكا أما بالنسبة للإجراءات الاحترازية فشرطة نيويورك تبدأ بفرض مخالفة قاسية على المخالفين لقرارات الحجر تزامنا مع تذكير ترامب بأن أجهزة التنفس الصناعي ستتوافر بكثرة عما قريب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر